مين بقى أبرز المستبعدين من قائمة منتخب مصر لمواجهتي ملاوة؟ تعالوا أقول لكم مين؟ معنا هنا؟ يلا بينا طبعا الحارس محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك بضل روي فيتوريا ضم الحارس الآخر محمد صبح بدلا منه نظر لمشاركته مع الزمالك مؤخرا مهند لاشين روي فيتوريا فضل ضم السنائي طريق حامد وحمد فتح في مركز رقم 6 كما أن مهند يعد اللاعب رقم 3 بالنسبة للمدارد البرتغالي في هذا المركز أحمد الشيخ لاعب غز المحلة تم استبعاده من جانب فيتوريا بسبب كل تخبراته الأفريقية وصعوبة مشاركته أمام ملاوي حسين الشحات فضل روي فيتوريا ضم أحمد عبدالقادر وأحمد مصطفى زيزو نظر لتفوقهما الدفاعي والهجومي بجانب مستواهما البدني مؤخرا إضافة لرغبته في ضخ دماء جديدة في المنتخب والنزول بمعدل الأعمار وهما تحقق في عبدالقادر محمد شريف تم استبعاده من جانب فيتوريا بسبب تراجع مستواه وقلة المعدل التهديفي لا محمد مجد أفشا تم استبعاده من جانب فيتوريا بسبب تراجع مستواه مؤخرا وإن كان عمل مباراة كبيرة أمام القطن بصراحة رمضان الصبح تم استبعاده بسبب عدم اكتمال شفاءه من الإصابة التي عانى منها مؤخرا نبيل عمد دونجا تم استبعاده من جانب فيتوريا بسبب تراجع مستواه الفني عمر جابر تم استبعاده من جانب فيتوريا بسبب تراجع مستواه الفني محمود علاء ريف تراجع فضل ضم أسامة جلاب بدلا منه نظرا لصغر سنه رغم أن محمود علاء متقلق جدا مع الاتحاد طهر محمد طهر تم اقتيار مصطفى وفتحي بدلا منه بسبب إيجابيته على المرمى وتسجيله للأهداف سام مرسي استبعد بسبب لصعوبة انسجامه مع المجموعة الحالية في المنتخب أحمد حمدي تم استبعاده بسبب وجود لعبين في خط الوسط أكثر جاهزة منه مثل المرمى معطية ومحمود حمد دي كواليس من جهاز الفني لمنتخب مصر ليه اللعيبة دي مش موجودة خد بالك اللعيبة دي كانت موجودة مبدئيا في تفكير روي فيتوريا لقائمة المنتخب عشان كده احنا ذكرناهم بالاسم عشان هم كانوا في قائمة أكبر شوية من القائمة المعلنة وبالتالي قلنا حدكم أسباب غيابهم عن هذه القائمة